السلام عليكم اليوم بدي اعمل شي مميز جدا متل العادي ان شاء الله رح يعجبكم كتير رح نعمل اليوم مبرد بطريقة مميز جدا من دون براد رح تحسوا حالكم اعنزاد انكم بمنطقة اوروبية او شي مش مبالغ بالحكي بس هيدا الموضوع كتير مهم ورح نعمله من بيكن باودر ملعة صغيرة من البيكن باودر هلا بتشوفوا كيف اول شي انا هيدا الكلون الماي متل ما شايفين اه في هيدا الحجم من الماي انا رح نقصوا شوي رح نقصوا تقريبا اه لهون نقصتوا شوي متل ما شايفين هلا بملعة بيكن باودر بدنشيل ملعة البيكن باودر واندخل ها بالماي موضوع حلو كتير سهل كتير رح يفيد كتير 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 من الناس اه خاصة اللي حابين يروحوا برحلات كتير طويلة اه الى 12 ساعة مسلا بالسيارة بيقدروا يستفيدوا من ماي باردي طول الوقت اه او حتى مسلا اه بنقدر نستفيد منه بقلب البيت ازا كان عنا فريزة اه بالبيت بتجلد جليد طبعا الماي اللي مجلدي احنا بنقدر نشربه بقى رح نعمل طريقة لنقدر نستفيد ونعمل الماي باردي خارج البراد او خارج التلاجة حطينا هون البيكن بقلب الكلوم الماي متل ما شايفين. نحن هلق شو عملنا? نحن هلق دخلنا البيكن باودر الى داخل الماي. البيكن باودر هو بيعمل فؤاعات داخل الماي. فؤاعات هوائية داخل الماي. عبارة هيك عن دوائر صغيرة غير مرئية داخل الماي. هو هيك بيعمل اصلا بالعجين يبيعطيه بس نحط البيكن باودر بالعجين. بيعطيه هوى الى داخل العجين. او بيعطيه بيزيد كمان السخونة بس داخل العجين. انما الماي. لان الماي بتجي بيردي. فبيزيد عنا هون البرودة. بواسطة الاملاح الموجودة بقلب البيكن باودر. هلا انا دخلته الى الفريزة. حطيته تقريبا يوم كامل. يوم كامل انا حطيته بالفريزة ونقصت منه الماي. والسبب انه بدو يتلج. بس هوى طبعا ما رح ياخد التليج الكامل. والسبب من البيكن باودر لانه البيكن باودر ما رح يسمح للماي انه تتلج كليا. بس رح تتلج يعني اه مشكلة اقسام من الماي رح يتلج. متل ما شفته. عندي هون الماي الباردي العادية رح ننزل فيها ايضا البيكن باودر. بس بدي فارجيكم البرود اللي رح تزيد. البيكن باودر هيزيد البرودة. رح نحط انا جبت هاي دي. كارتون صغيري ورح دخلها الى داخل الانينة. او الحاجة استقعب ما بينقال. ورح نحط بقلبها البيكن باودر. بيكن باودر بيحتوي على املاح معدنية كتير مهمة. اه بتساعد بالبرودة بزيادة البرودة. زيادة البرودة. اه بالماي وانما زيادة الحرارة بالطحين. حسب طبعا اه الحرارة الموجودة على المادة اللي نحنا عم نحطها. انا هون نزلت البيكن باودر بقلب الماي. لحظوا هلا كيف حيتغير اللون وكيف رح يظهر لبرة مثل هيك نوع من البخار. شفتوا كيف. لحظتوا على الطرف من فوق شو صار عنا. زادت عنا البرودة. انا هوني اه هيدا الموضوع منو من اختراعي. هيدا شي علمي انا عم بحكي فيه. في ناس عم تتقبل في ناس ما عم تتقبل. انا بهمني اني وصل افكار مهمة لكل شرائح المجتمع. والكل يستفيد من هيدا المعلومات المهمة اللي ممكن في كتير ناس ما تستفيد منها. هلا هيدا الانينة اللي نحنا عملناها لحظوا كيف صار عنا اللون عم يتغير كل شوي. وعم يتصدر لبرة المتل ما شفتوا عم تعرق كتير من برة. اكيد بسبب البرود اللي زادت بعد. نحنا هيدا بذكر انه ما كانت بالفريزة كانت بالبراد ما يمسأع عادية. اه كانت بس هون ما حطيناها عم تتعرض للحرارة القوية للبرة. واللي نحنا زدنا البيكن بودر. فاكيد بدا تعطي هيدا الموضوع. لانها زادت البرود الدخلية. عندي هيدا الكل من متل ما شايفين. اه شو رح نعمل? هوني نحنا رح نبلش طبعا نشتغل بموضوع التبريد. رح نحط القانون الماي. بس اول شي بدي يشيل هيدا من الداخل. هيدا الفلتر بتجيب بالداخلية. بدا نحط الكل من الماي. اه صوري بدا نحط القانون بقلب القانون من الداخل. بهيدا الشكل. هلا. ازا مسلا جبنا نحنا اه فينا كمان نحط هيدا القانون. ولكن من هيدا القانون بدنا نحط الدبل. بدنا نحط اتنان يعني عدد اتنان من هوا القانون. هلا بحال مسلا نحنا اه جبنا مي عادية متلجي. المي المتلج العادية. دلجنا مي عادي بقلب الفريزة. وشلنا وحطينها بقلب الكولمن. ما رح تعطينا البرود اللي نحنا بدنا اياها. او طولة البرود اللي نحنا بدنا اياها. رح يبرد عنا الماي. بس ما رح يعطينا البرود اللي نحنا بدنا اياها. بينما البيكن باودر اللي محطوط هلا بالماي اللي شبهم بجلدة. رح تعطينا البرود القصوى داخل الماي. بقى هيدا الطريقة رح نستفيد منك كتير بساعات كتير اضافية. رح يطول عنا بشكل مش طبيعي الماي. يعني ممكن يعاد لنا اكتر من 12 ساعة خارج البرود خارج التلجي يضل عنا الماي متل مجلدة بتنزل مساعة كتير. تخيلوا 12 ساعة بنحكي. بينما بالمي العادية المي المتلجي العادية ممكن يعاد عنا اربع ساعات مش اكتر. الماي هتكون متلجي. وحسب نوعية الكولمن ازا كان منيح او لا. هون احنا حطينا الماي. وهون طبعا رح ياخد فترة كتير 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 طويلة. بتسقيع. كل شي مجرب. كله عن دراسة وقت كله عن علم وصخافة. شي مميز موضوع مميز كتير ناس رح تستفيد منه لهيدا الموضوع. هلأ في طريقة تانية لتقدر تستفيده من هيدا الموضوع. بحال كنتم مسافرين. في ناس طبعا بتحب تسافر بالبار وبتاخد معا لحومات اوقات او حتى بتاخد معا شي مسلا للاكل او حتى بتاخد معا كتير قصص. في عندي هيدا كمان البرد التاني ازا فينا نسميه. متل ما شايفين. كمان بنقدر نستفيد منه بنفس الطريقة. كمان بنجيب آآ جلوم ماي كبير هيدا المرة. لانه هيدا اصلا حجمه كبير. ورح نعبيه بالماي ورح نحط آآ بقلبه تلات معالي كبار من يعني هنه هندخل يعني فقايات هوا اضافية الى داخل الماي. بهيدا الشكل نحنا رح نحصل على ساعات كتير اضافية اكتر من اربع وعشرين ساعة تتليج بقلب بقلب البرد الصغير. بقى طريقة كتير كتير مميزة. طريقة كتير حلوة رح يستفيد كتير ناس خاصة اللي بيحبوا يسافروا بالصحراء آآ او بيسافروا بالبر آآ وازا بدنا نحط مثلا الانانة العادية بدنا نحط آآ شي اربع خمس انانة اضافيات باداخ في طبعا الفيكن باودر الى الداخل ورح نستفيد منهم كتير بتقدروا تحطوا بقلبهم اللحمة للجاج والتلجون لفترة طويلة جدا اكتر من اربع وعشرين ساعة طيب هلأ بعد ما الماي آآ يعني يدوبوا وبعد فترة من الوقت طب نحنا شو رح نعمل بهيد الماي نحنا ما رح نكبشي ما رح نرمشي بالعكس رحنا رح نستفيد من البيكن باودر اللي موجود داخل الانانة بطريقة مميزة هلأ هيدا الموضوع بخص الستات ما خص لرجال فيه فما دروا لي تسمعوا آآ بيبيد البيكن باودر الموجود بالماء اللي مساقعة اللي كان اصلا موجود بالماء اللي مساقعة بيبيد البشرة بشكل مش طبيعي بنظف الجلد الميت الموجود بشكل مش طبيعي جربوا واكيد رح تدعوه اللي بتجيوه شقفة حامضة ليموني صغيرة بعد طبعا ما تدهنوا جسمكم بهيد الماي الرائعة فيكن تقولوا ماي معقمي صارتي كتير لانه اصلا برودي مش طبيعي كان فيها ودابت والبيكن باودر اللي موجود فيها رح تستفيدوا كتير منه بيبيد الجد باي منطقة بتحبوا تبيضوها بجسمكم آآ بيبيد بشكل كتير بنظف الجلد جربوها مضموني كتير طريقة كتير حلوي للاستفادة من الماي اللي ما رح نرميها وراح ما رح تروح هيك دعان طبعا رح نستفيد كتير منه ان شاء الله يا رب تكون هاي دي المعلومات اللي انا عم قدم لكم اياها تكون عم بتفيدكم من طبخ من معلومات عامة ثقافية من كل شي وازا حبيتوا المحتوى ما تنسوا تعملوا اللي لايك للفيديو واشتراك بالقناة ترسالكم مني كل شي جديد واكيد مفيد وما تنسوا المشاركة على الفيسبوك اللي يصلى اكبر عدد بالناس بحبكم كتير كتير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة